اشتركوا في القناة المتخصصة في مجال التنقيب وتكرير النفط الخام في الاراضي الشادية شين ماينر واثناء زيارته لمصفات جارمايل هي ترحيبا واستقبالا حافلا من قبل العاملين واليداريين بالمصفة في مقدمتهم وزير البترولي والطاقة بوكر ميشيل عيث عبر ميشيل عن سعادته البالغة من هذه الزيارة وطلب من الصين المزيد في متابعة الاستثمارات في مجالات الطاقة وتدريب الشادين في مجال حندسة النفط والطاقة وبعد زيارته مختلف الأقصام والمرافق التابعة للمصفة عبر الرجل الثالث لجمهورية الصين الشعبية التي تقدر سكانها بأكثر من مليار ونصف المليار شين ماينر أن امتنانه وأكد بأن بلاده ما زالت لديها النية الصادقة للاستثمار في المجالات المختلفة في شات اليوم الثاني من زيارة الوفد الصيني بقيادة الرجل الثالث وأضو المكتب السياسي في الحزب الشوعي الحاكم بالصين كانت حافلة بالنشاطات حيث أنه وفصالت الاجتماعات بقصر الخامس عشر من يناير التي قد تم بناؤها من قبل جمهورية الصين وقل هذا الاجتماع بين الحركة الوطنية للإنقاذ والوفد الصيني الزائر الذي يمثل الحزب الشوعي الحاكم بالصين قضايا عديدة ناقشها الجانبان في هذا الاجتماع أهمها قضايا تتعلق بسبل تطوير وتعزيز العلاقات السياسية التي بناها قادة الهزبان بالبلدين إدريس ديبي إتنو ونظيره الصيني شي جي بين محمد زين بدأ الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ وخلال مداخلة له بهذا الاجتماع قدم مقترحات من أجل تطوير هذه العلاقة الأزلية والاستفادة منها قدر ما يمكن من بين تلك الاقتراحات التي قدمها زين بدأ مشروع يتعلق بتعزيز مجال الاستثمار عبر إنشاء مصرف صيني شادي مشترك لتسهيل عمليات التبادل التجاري والاستثمار في شات أيضا قدم محمد زين نداء عبر الوفد الصيني لمختلف المستثمرين الصينيين من عجل الاستثمار في مجالات الطاقة وصناعة النفط واستخراج المعدن التي تتوفر بكمية هائلة في الأراضي الشادية رئيس الوفد الصيني الذي يمثل الحزب الشعوعي الحاكم بصين شين مينر أكد لنظرائه الشاديين بأنهم ممتنون لما يقوم به أعضاء الحركة الوطنية للإنقاذ في توطيد العلاقات مع حزبه في الصين بي سي سي وأضاف مينر بأنهم سيقومون بما يلزم في إجراءات أكثر تطورا من أجل تطوير الصداقة والعلاقات الحميمية بين الحزبين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة